السلام عليكم طبعا تشرفنا اليوم بزيارة مدينة الجلسانة التاريخية وهو كان موقع تصوير فيلم بخامرة سعدنا كثيرا بلقاء الاهالي في هذه المدينة المتعاونة في إنتاج الفيلم مع العتارة العباسية المقدسة مثل تقسم الإعلام في هذه الزيارة وذلك لتكريم الأهالي في مساعدتهم في إنتاج الفيلم كون أنه الفيلم كان عملا يعني لأول مرة عمل تاريخي بكل تفاصيل في العراق ينتج ببلاكات وأرض ودكورات وتفاصيل عراقية فأساس الزيارة هو التكريم أهالي جلسان في مساعدتهم بالعمل وأيضا عرض كواليس العمل من خلال الفيلم أعد لهذا الغرض مع عرض الفيلم أيضا إن شاء الله في هذه الساحة قرب والإمام بلا شك يعني هوية هوية جلسان كما هي هوية أي مدينة تاريخية في العراق هي في أماكنها التراثية القديمة وليس في يعني المكان أو البناء الجديد ونعتقد أن هذه المدينة القديمة أو تلسانة تاريخية كما يسمى هنا هو مكان مهم جدا يجب الحفاظ عليه ويجب أن يكون مكان لزيارة كل العراقيين ليعرفوا تاريخ بلدهم العريق أتمنى حقيقة من جهات المختصة العناية بكل قطعة تراث في العراق وخاصة المدينة التاريخية كجلسان وهذه المدينة التي تشكل معلما غريبا في منطقة السهل الرسوبي باعتبار أن المنطقة السهل الرسوبي ليس فيها تلال كثيرة فهذه تقريبا المدينة الوحيدة التي تكون أو التي هي على تل جسام محمد السعيدين معاون لداري لقسم الإعلام في العتاب العباسي المقدسة الحمد لله يعني هذه هم ينفد نقطة مضيئة بالولاية وحسب ما افتهمنا بأنه احتمال راح يعني تتكرر المسألة احتمال فيلم آخر وهذه طبعا راح يعني تتبعها خطوات يعني إما تتبنى وهي بس العتبة يعني العتبة تقدر تتبنى موضوع إدامة السوق والبيوت وإن شاء الله إن شاء الله يعني بيها مردود إيجابي والله يملينا يعني من البداية لا الأهالي ولا الحكومة يعني إحنا طبعا هذه صار فترة كلش طويلة نطالب بأنه يعني التفتون على الأقل يعني لا مديرية الأثار تتجاوب وتجي إلى المكانات عندنا تشم تل وتشميشان لأنه آثار تاريخية ولا الحكومة يعني جاءت تستجيب يعني المطالب الأهالي بأنه تهتم وقلنا هذه ما تختلف عن قلعة أربيل يعني أربيل شوف شلون قلعة وشلون صار مكان تاريخي وسياحي فإن شاء الله الله يهديهم ويلتفتون علينا حقيقة التفاتهم مبادرة جيدة من العتبة على تصوير المعالم التاريخية في تل الجصان وهاي طبعا جهود مشكورة مبذولة من عدة أطراب ونتمنى أن تتكرر هذه المبادرة بالمستقبل وأن أملنا كبير بالعتبة بأن تقوم بعمل لتطوير هذه التذى وخدمتها إن شاء الله مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالم والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين بالنسبة والمبادرة حلوة لناحية الجصان هو تصوير الفيلم ونتأمل بالعتبة خير أن يترمم المحلات والدور حتى يبقى كتراث للمنطقة للمنطقة قديمة من آلاف السنين فيجب أن نعيد ترميمها ونتأمل بالعتبة خير إن شاء الله على عادة ترميم المحلات السوق والبعض الدور لهذه المناسبات لتمثيل عدة أفلام تاريخية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أتقدم بالشكر الجزيل إلى العتبة العباسية المقدسة لا سيما قسم الإعلام على هذا الإنتاج الكبير ألا وهو حياة التي جسد حياة القاسم عليه السلام حيث مرت هذه الشخصية العظيمة بفترات المظلومية بفترات الظلم والجور المتمثل بدولة بن العباس حيث عاش غريبا ورحل غريبا وله من المكان العالي لدى أهل البيت عليه السلام في العلم والتقوى والزهد حيث وردت الروايات على علو مقامه وشخصيته الفذة وذكرت من تلك الروايات التي وردت عن الإمام الرضا عليه السلام من لم يستطع لزيارة على زيارته فليزور أخي القاسم إذن هو على جانب من العلم والتقوى والمعرفة أتقدم ثانية بالشكر جزيل على العتبة العباسية المقدسة حيث لبت هذه الدعوة في عرض ذلك الفيلم والإنتاج في من أحيات جصان التاريخية شكرا جزيلا لكل القائمين على هذا الإنتاج العظيم من كوادر وموثلين ومنتجين وعلى رأس العتبة العباسية المقدسة شكرا جزيلا هذا المكان فاختيار المكان كان اختيارا ناجحا لما ترمز إليها هذه المدينة أي مدينة جلسان من العمق التاريخي والبيئة التي من خلال تجسدت شخصية القاسم عليه السلام فكان الاختيار ناجحا بكل المقاييس أكيد أنه ملائم لتجديد هذه الشخصية لحيث عاشت تلك الأجواء والمكان الفريد من نوعه طبعا حقب الزمنية التي عاش في زمن بني العباس حيث الأجواء السائدة آنذاك والله يا أخي التوصيات مستمرة من خلال الحكومة المركزية أولا والحكومة المحلية بالاهتمام بهذه الناحية لاسمى المنطقة الأثرية في أعلى المدينة أي منطقة التلة والتي ترمز للتاريخ الكبير وتستحق مدينة جلسان وتستحق أهالي جلسان هذا الاهتمام من خلال الحكومة المحلية والحكومة المركزية إن شاء الله أكيد أكيد هذه المدينة تعتبر مدينة أثرية ويمكن استغلالها للإنتاج السينمائي لأكثر من عمل لأنه التشكيل الجغرافية في هذه المدينة تساعد على إنتاج الأفلام السينمائية التاريخية والوثائقية كثيراً ناخذ كلمة بخصوص هذا المحفل المبارك مع المبدع المخرج أسهر خميس الله يحفظه بخصوص إنتاج الفيلم وتمثيله في ناحية جلسان طبعاً شكراً لكم واستضافتكم وهذا فشي فخر أن نشرف ونحن نجي الأرض جلسان ونحن نقدم هذا الشيء البسيط وهذا الشيء قليل بحق أهل بيت علم السلام وننشر عمل لفكر أهل بيت علم السلام ونشر فيلم عن القاسم الكاظم عليهم السلام وهذا يعني إحنا إن شاء الله مستمرين هذا العطاء وهذا شيء جيد وأهل جلسان مقصروا في تصوير في تلة جلسان تاريخية وهذه تلة الرائعة التي تضاريس في سيفسائية وصورنا بها فيلم رائق جداً وتعاون أهالي جلسان ويانا من حكومة من مواطنين من إعلاميين على مقصر تحقق شكر كبير لكم بصراحة أكو أعمال مماثلة أيضاً في تلة جلسان ما نعرف بس أكو أعمال مماثلة لكن في تلة جلسان أو غير ما نعرف توصياتك إن شاء الله اهتمون بتلة جلسان يعني اهتمون به حوطوها بسور اهتمون بالتضاريس بالضبط نحن نبع راح نتاج إلى مدينة سينماية كثيرة فهي ممكن تكون مدينة سينماية نموذجية ممكن بعد اهتمام به إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدين الانبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين والطهرين طبعاً بخصوص الزيارة اليوم تعرفون سابقاً تم تصوير فيلم با خمرة في ناحية جلسان يتحدث عن حياة الإمام القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام اليوم تم عرض هذا الفيلم في مكان مكان التصوير كواليس أيضاً انعرض بمجموعة من أهالي ناحية جلسان وكذلك تم تكريم هذه المجموعة التي قدمت المساعدات اللازمة لإنجاح هذا الفيلم من أهالي ناحية يعني تعرف أن أهالي جلسان معروفة بالكرم استقبلوا ضيوفهم بحفاوة كذلك استقبلهم في المنام والمأكل والمشروع وتقديم المساعدة لبيوت مجان انطوهم حتى يمثلون بها كل ما تحتاج الفيلم هو من ناحية جلسان لهذا ارتأت العتبة العباسية المقدسة إلى تكريم هذه الثلة من أهالي ناحية الجلسان قدموا لهم تبريكات من أبو الفضل العباس عليه السلام اليوم تمت الزيارة أيضا لتلة جلسان لمعاون الإعلامي لأمين العتبة العباسية الاستاذ جلسان السعيدي يعني الحمد لله وشكر تم الاتفاق على في الصيغة معينة لخدمة هذه التلة الأثيرة ناحية الجلسان تعرف استاذ السلام أنت وصلت مناشتك للجميع حول سوق ناحية الجلسان حول التلة في ناحية الجلسان تحركت الناس للحفاظ على هذه التلة الحمد لله وشكر اليوم الثاج جلسان أخذ توثيقات اللازمة سيعرضها قريبا على العتبة العباسية نسأل الله أنه يتم القبول عليها لتحويلها إلى معلم أثري كذلك إلى مدينة سينمائية لهذه ويعني صارت ارتأت الأمور أن تبقى كما هي يعني بدون تغيير أي معالم وإن شاء الله هي راح تبقى راح تبقى هي أولا مادة سياحية دسمة لكل العراقيين وتشفت أستاذ سلامي شون هي عدنا مقهى وحدة يجوا من بغداد عليها الآن إن شاء الله نسعى إلى أن تكون تلة الجلسان هي قبل السياحة الأثرية في العراق أهلا وسلم وعبد الله